اشتركوا في حلقة جديدة وضيف جديد وضيف النهاردة يعني مهوب فنيا وصوت حلو وعايز اقول لكم ملحن قوي وكل حاجة بصوا يعني هتمتاعكم ان شاء الله معانا الفنان سامر وطالب راحب بيك ونقول لك نوارت التريزيون المبالسابع واخيرا انتقينا يا حبيبي ده انا اللي بتشرف ان انا معاك النهاردة واخيرا انتلاقينا فعلا بقالنا كتير قوي عايزين نتقابل وعايزين بس اه يعني بقالنا فترة بنتفق بس يعني هي بص بتبقى مش مترتبة افضل ايه اللي واخدك من انا بصراحة لا ما اقدرش طبعا انت يعني انت تقول لي قالو انا موجود انت عارف انا بحبك قد ايه واتشرف ان انا بقى معاك يعني قل لي اخبارك ايه بقى واربعة وعشرين عملت ايه وبتعمل ايه بص اربعة وعشرين كانت بدايتها الحمدلله حلوة معايا اه بدأتها با ينهارابيض مع النجم الكبير تامر حسني نجم الجيل طبعا ينهارابيض اه ينهارابيض كلام احمد الملكي وتوزيع امين نبيل ان شاء الله تنزل كاملة يعني في الصيف عشان الناس بقت تتبسط وترقص والساحل والحاجات الجميلة دي وفي حاجات ان شاء الله يعني يعني بنبتدي ننفذ فيها الفترة اللي جاية حاجات مع هيفا واهبي حاجات مع مع الهضب عمر دياب حاجات مع الفنانة الكبيرة لطيفة اه وان شاء الله يعني الفترة اللي جاية تبقى فيها حاجات حلوة تعجب الناس باذن الله وانت بقى الشخصية اه يعني كغنى انا انت عارف زي ما زي ما بقول لك على طول ان انا مأجل الحكاية الغنى دي الخطوة دي كلكم بتأجلوها يعني يعني بخايف منها مع ان انا يعني انا جاي من الغنى يعني انا اصلا مطرب وعندي البوم في الفين وتمانية اسمه مني لله ودخلت دي فويس وبتاع وانت عارف الحاجات دي كلها يعني بس بأجل الخطوة يعني خايف من ظروف السوق خايف من من حاجات معينة كده في السوق لان انا اه الازواق اتغيرت انت فاهم اه فبقت الحكاية مش اغنية حلوة بس لأ في عوامل كتير قوي جنب اغنية حلوة هي اللي بتكمل النجاح وبتخلي الاغنية دي توصل لأكبر عدد من الناس فبازن الله يعني الفترة اللي جاية انا شغل دلوقتي على يعني مشروع وان شاء الله ربنا يوفق فيه ويزهر للنور كده والناس يتحبوا يعني بس سامر الخايف يروع لا 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 بازن الله الفترة اللي جاية هتبقى حاجة حلوة ان شاء الله تعجب الناس بازن الله رأيها ان انت تفضل في التلحين ولا في الغنى طبعا خايف انت بتنفسها بقى في الجنة وقتها لا طبعا رأنا صوت جميل ومن احب الاصوات لقلبي واحساس جميل ورأنا الله 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 رأنا نجمة اه رأنا نجمة طبعا وطبعا ببارك لها على على الحاجات اللي عملتها الربعيات اللي عملتها في السلسل رحيل للنجمة ياسمين صابري وببارك لها على الاعلانات الحلوة اللي بتعملها وهي مكتهدة وجميلة وانا يعني دايماً سابورت ليها وبالنسبة لان هي عايزاني بقى الاحن او هي هي دايماً بتقول لي ليه يعني انت خسارة جداً ان انت متغنيش يعني هي من الناس اللي بتشجعك يعني دايماً بتقول لي غني غني ايه المشكلة ايه اللي هيحصل يعني فهو انا قلقان شوية وفي نفس الوقت النبسي طبعاً ارجع اغني ويا رب يعني ان شاء الله انا شايف ان موضوع الغنى ده بيجي بوقته يعني في التوقيت المناسب هتحصل يعني. طب بالنسبة للتلحين انت شايف ان المشهور فيه صعب اصعب ولا الغنى اصعب؟ مفيش حاجة في المزيكة سهلة يعني الشاعر بيتعب وطريقه صعب الملحن بيتعب وطريقه صعب المطرب بيتعب وطريقه صعب لان زي ما قلت لك الظروف الموجودة حالياً في في السوق بقت متغيرة وما بقتش سابتة مفيش ما بقاش فيه سوابت في في الميديا عموماً حتى في التمثيل حتى توقصوا ان شغلنتكو دي عيش الدبابير مسلا الله نور عليك يعني فيها 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 كتير من 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 عيش الدبابير يعني وفيها طبعاً حاجات حلوة يعني نجاحها بيخليك تقول الحمد لله ان انا تعبت عشان احس بالنجاح ده بتعمل ايه عشان تحمل نفسك من اللاسع الدبابير ده بقى اشتغل بس بقفل ودني عن الناس تماماً ما يعني ما حدش يعرف عني اي حاجة غير لما الحاجة تنزل بس بتحقق احلامك ازاي بص الصعوبات دي بحقق احلامي بلحنة حلوة مع نجم كبير يتخدم كويس يوصل لأكبر عدد من الناس ده بيبقى حلمي من احلامي ان انا لما يعني لما اتعب في لحنة المطرب يقدروا يشتغل عليه كويس ما يبقاش نزل معاك كده وخلاص لاني انا مش مش هامي انه 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 اخدت فلوس او او هامي ان انا اشتغلت لا انا يعني الفاترينا بتاعت الملحن انه يشتغل مع نجم كبير والنجم كبير ده يخدم الاوديو اللي هو واخده ويقدره كمان طب حايز اسألك الشغلانة الحلوة لما يكون مثلا الشغلانة بتاعتكو لما يكون انت ملحن كويس وهل انت هتسعى ان انت تشتغل مع نجم كبير ولا هو يسعى عشان من يجيلك لا طبعا هو في كل الشغلانات اللي موجودة يعني اللي ربنا حطها في طريقنا لازم سعي ما هو انت مش هتلاقي نتيجه اللي لازم تسعى فانا لازم أسعى ان انا اشتغل مع المطرب الفلاني اا ما بطلبش من المطرب الفلاني ان هو يسعى ان هو يشتغل معي لا انا بطلب منه ان هو يسعى ان هو يقدم الالشغل Kiso لانا ادتوله بطريقة تليق به طبعا وتليق بيه وباسميه وباسمه لأنه احنا بنكمل بعض في الاخر. يعني هو بيديني دفعاً انا اشتغلت مع معنجم كبير. وانا بتدي له لحن كويس جداً. واحن جماهيري مسلاً او لحن متعوب عليه. فاحنا بنكمل بعض. انا اسألك على الحياة الخاصة بين زوجين بلقوطهم حاجة واحدة الاتنين فن سواء غنى سواء تلحين بيبقى موجود ازاي? هل يعني ممكن تطلب منها حاجة مسلاً بغنى اه مسلاً تعملوا دوتو مع بعض بالصدفة مع بعض ولا الكلام ده بتنسوه ولا ايه بالزبط? لا يعني يعني في وقت الشغل وارد جداً ان احنا نتعامل مع بعض في حاجة. يعني احنا عملنا في فرحنا احنا عملنا اغنيتين مع بعض حاجة. بعيد عن الشغل. بعيد عن الشغل? اه. خاصة غير. لا يعني بنفصل خلاص احنا طلب يتغنوا. بنقعد ندن بقى طبعاً وهي وهي خلي بالك هي بتكتب وبتلحن دلوقتي فهي منافس قوي. اه منافس قوي بتلحن كمان. اه لا لا عملة اغنية كلامها ولحناها. وهتنزل قريب ان شاء الله. اه. طبعاً هي تكتب لك وانت تتلحن? وفي حاجات كتير ما انا لسه جاي لك هو في الكلام. هي كتبت كزا. ومالك يوزع. ومالك يوزع هاعلمه بقى ان هو واضح ان هو داخل في المزيج. اه. فهي بتكتب كويس جداً. ففي حاجات عملناها مع بعض بس لسه يعني ما ما طلقتش للنور. ان شاء الله الفترة اللي جاية بقى فيه حاجات حلو. طيب احلامك بقى اللي جاية اللي نفسك تعملها ايه? الحاجات اللي نفسي عاملها الفترة اللي جاية. اه. تشتغل مع مين? تلحن مين? اه مين يكتب لك كده? والله بص يعني انا يعني حاسس ان انا لحد دلوقتي محققتش اتنين في المية من الطموح اللي كان عندي. يعني الحمد لله طبعاً ربنا وفقني واشتغلت مع عمر دياب اشتغلت مع إليسة اشتغلت مع تامر حسني اشتغلت مع لطيفة واقل جسار وهنيشاكر ومتحة صالح. الحمد لله يعني. اسماء كبيرة. جمعة كبيرة الحمد لله ربنا وفقنا. سيفيه قوي. الحمد لله الحمد لله ده بفضل ربنا يعني. اه. حاسس برضو ان انا قدموا لتامر حسني. اقدموا لحسين الجسمي. اقدموا للصابر الرباعي مع حفظ الالقاب طبعاً. اقدموا للساميرة سعيد اقدموا الشرين عبدالوهاب. اصالة انغام. الناس كتير قوي نفس اشتغل معهم طبعاً يعني. انا طموحي ما بيخلص يعني. ماليش سقف. فعايز اشتغل طبعا مع الناس اللي ما اشتغلتش معهم وحتى الناس اشتغلت معهم عايز اشتغل معهم تاني وتالت ورابع وننجح مع بعض تاني لانه طبعا ده شيء يشرفني في نفس الوقت عندي حاجات كتير اقدمها لهم لسه المخزون ما طلعش منه حاجات كتير ان شاء الله هتحقق كل اللي نفسك فيه وتشتغل تاني وتنجح تاني ونفضل برضو معاك يا رب حبيبي ده انا اتشرفت ان انا معاك النهاردة ولينا لقاء تاني بازن الله شكرا لكم رب تكونوا استمتعتم مع انا طبعا مع الفنان سامر ابو طالب ولقاء تانية جاية ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة